إلى ذلك أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن الدولة ستشهد ظاهرة الأربعين العقربي في الفترة من السادس من فبراير المقبل وتنتهي في السابع عشر من مارس القادم وتتميز هذه الفترة التي تستمر أربعين يوما بغزارة الأمطار وشمليتها أي أن مطارها يكون أعم ويشمل مناطق واسعة وتتميز بنشاط رياحها وتقلبها بين شمالية غربية وشمالية وشمالية شرقية وجنوبية شرقية وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك إن الفترة المذكورة ستشهد دخول موسم العقارب الذي يوصف بأمطاره ويبدأ من طلوع منزلة سعد الذابح في العاشر من فبراير المقبل إلى نهاية منزلة سعد السعود في العشرين من مارس القادم كما تتألق فيها النجوم برج العقرب في النصف الشرقي من السماء قبل الفجر فيما تتكون بداية الأربعين العقربية مع درء الثمانين الذي يبدأ من السادس من فبراير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر